اشتركوا في القناة الرئيس الانتقالي رئيس الجمهوري الفريق اول محمد دريس دي بيتنو يتوجه الى كنشاس للمشاركة في عمال الدورة الثانية خير العادية للمجموعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا نائب رئيس مجلس السيادة لانتقال السودان الفريق اول محمد حمدان داقلو يترأس الاجتماع المشترك لوفد السودان وجمهورية جنوب السودان لقضايا ابياي الاتحاد الاوروبي يحث على التبرع لدعم قطاع الطاقة الاقراني كانت تلكم عناوين النشرة اهلا ومرحبا بكم الى تفاصيلها خاذر الرئيس الانتقالي رئيس الجمهوري الفريق اول محمد دريس دي بيتنو خاذر العاصمة انجمينة متجها الى العاصمة كينشاسا للمشاركة في عمال الدورة الثانية خير العادية للمجموعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا يأتي ذلك في اطار مجلس السلام والامن في وسط افريقيا حيث تختص الدورة حول المرحلة الانتقالية في جاد هذا وكان في ودعي رئيس الجمهورية بمطار حسن جاموس الدولي كل من رئيس وزراء حكومة الفترة الانتقالية الصالح كيب زابو ووزير الدولة الامير العام برئاسة الجمهورية الى جانب عمدة بلدية انجمينة وسفير جمهورية الكونغو الدموخراطية لدى البلاد اعلن الرئيس الانتقالي رئيس الجمهوري الفريق اول محمد دريس دي بيتنو في الرسالة التي قدمها للامة الجادية الحداد الوطني ترحمن على الضحايا الذين قتلوا في مظاهرات العشرين من اكتوبر الجاري مشيرا الى انه يجب دفنهم بكرامة ندفن ناسنا المات في الالم ولكن بكل كرامة واجب نهتم بالمجروهين في التضامن يبقى حداد هنا سبع يوم في جميع الاراضي الوطنية يتبارا من الثلاثة خمس وعشرين اكتوبر الفين واثنين وعشرين ترحما لذكرى مواطنين الماتو خلال الاهداس المعساوية والمؤسفة دي نطلب كل كي منكو ما تتأمو مختلف المشاريع اتهدد بلدنا بشكل قطير وما تقصد بكل الملعوبيات الخارجية خلقوا الناس وطنيين تضافوا لتشاد البلد الجميلة البلد الجدود نقلو علينا بارك الله في تنوؤنا وجهدنا للدفاع معا هذا واكد الرئيس الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق اول محمد دريس دي بيتنو ان الشباب الذين شاركوا في هذه التظاهرة خاتوا استخدموا بهدف زعزعة البلاد كما اكد ان الدولة ستعمل من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار والتلاحم الاجتماعي ان تزال من الأشคارين ان المهمون من الخوط الانتقالي اولا بهاك ده تنوؤ الثاني هم دول جندوا واستعملوا جماعة إرهابيين شفية أسكريين قاموا بأمليات إلا عشان يقتلوا ويغتالوا الناس وقتلوا الناس المجموعات السياسية الأسكريين الماوقعوا واتفاقيات الدوحة سوى علاقات مباشرة مع المسؤولين من الأفعالهم تلبون في البغدة قالوا لهم اتقاوموا ثلاثة يوم بس أنينا نجوا تدقلهم في الحوادث المعساوية دا أكيد ما عند أي شك في ماضينا القريب عيادة خارجية أنتظ سلاح أسلحة وقرص لتشهدين انتهازيين الما يترددوا ولا لحظة عشان يدمروا بلدنا لتلبية مصاليم الشخصية ويستجيبوا لمطالب وأجندة خارجية اليوم بتنقل المخربين التشهدين طلبوا الدعم من قوى أجنبية لممارسة الضغط والابتزاز من أجل الوصول إلى السلطة من هذا المنظور الشعب التشهدي أصبح رهينة وممتلق قاس لبعض السياسين الما يترددوا وبقولوا شعبيه من أجل استعمالهم واستخدامهم للوصول إلى السلطة لأن أنا مسؤول من جات من وحدة شعباء من الأمن على كل السكان ضمين السيادة الوطنية ما نقبل وما نقصد أبدا البلد تتقسم والبلد ما تتفكر ووحدتنا تبقى رهان للآخرين أنا أنطيت تعليمات للهكومة الانتقالية بكون الإدارة أنت الأزمة تبقى بالأدالة وبشفافية ومسفولية وفي صياخ متصل ضمن المسائل حثيثة للرئيس الانتقالي رئيس الجمهوري الفريق أول محمد دريس ديبيدنو لإشراك الجميع في الحوار الوطني الشامل والسيادي فقد أكد سيادته إجراء عدة لقاءات مع رئيس حزب المحولون وعضاء التحالف وكتما أتبقى لّللالتش ديبيد من فضل الشامل التي يتكره في الحياة أتبقى لنطبيقات المحولون والوطنيات المحولون وعضاء المحولون وعضاء التحالف أتبقى للمحولون وفضل المحولون وكتما اترنته إلى الفئر الثقة أعذرًا أتحاليًا التحالف يتعلق سو七 عمزة متصلّ لذيء كبيرة يتكره لديم المحولون وفي صهوة التجامل من الوباء الماضي انا فضلت الهوار والمشاورات المستمرة مع الناشطين السياسيين وزعماء المجتمع المدني في الناهية دي من بداية الانتقالية قابلت 8 مرات لرئيس هزب المحاولون الترانسفرماتير بالطلب منه قبل الهوار رئيس المحاولون الترانسفرماتير اختر عليه بكونه في الانتقابات الجاية الرئيس ونائب الرئيس ينتقبون في قائمة واحدة وبمثل ده هو بيقل مننا المسألة ان ادم ترشير رئيس المجلس الاسكري الانتقالي وقال انا رفضت المخترهات دي لان انا كلنا انين في بلدنا القوانين والقوائد التمشي الانتقابات المقبلة واجب يناقشوها في الهوار الوطني في كل اللقاءات دي طلب مننا وطلب مننا قلنا انتوه 30% من المناصب السياسية والادارية وفي الشركات الهكومية وشفه هكومية بطبيعة الهال الطلب ده رفضنا لان ده كل واجب يقى بعد نتيجة الانتقابات ده اختراح انتقاسم السلطة يعني قسمين السلطة ما ترانسفرماتير بس ويهتم وكل السياسين الاخرين ده كسكسون بايد ما في نادم آخر يشارك في السلطة إلا هو بس ترانسفرماتير ويهدا وقت دينا قريب للهوار انا طلب من رئيس حزب الترانسفرماتير الناس الكبار واللجنة القاسة والمسهلين انا الهوار التمهيدي انا الدوحة وديبلوماسيين غربيين كلهم كالفهم بالشاند لكن بدأ كل كالترانسفرماتير قاعدوا في رفضينهم وقت الهوار كمل جاء الوقت تنتعين الناس البنفذو مخرجات الجلسات دي رئيس الترانسفرماتير طلب دور نقطو رئيس الوزراء وننتو نسبانا 30% من المسؤوليات في تسئير الانتقالية بعد الهوار إذا كان انطينا طلب ده ما ناتا ما اهترمنا التوصيات والقرارات انت الهوار الوطن الشامل والمستقل في الروح انت الانفتاح القام به الهوار رئيس الوزراء وانا قلنا اعضاء الهزي الترانسفرماتير نشاركم في حكومة الوحدة الوطنية دا كل بطان رفضا نهائيا رئيس الترانسفرماتير إلا قال يسو رئيس الوزراء يبقى پریمير منيستر بس ولكن ما فيه خلاص إذا كان انا قصت ليا في الطلب ده وسويت پریمير منيستر رئيس الوزراء وكده ولا مظاهرات ولا الانف دا كل لك ما ببقى كيف ناشط سياسي مثل دا وقال الهوار هو مناجات فقط والقرارات والتوصيات ما عنده أي معنى لي هل نادم مثل دا يقدر ينسق الامل هنهكومة الكان مهمتها الأولانية هي التطبيق الصارم لدفدر محام الهوار الوطن الشامل والمستقل كل السياسيين الآخرين الشاركوا في الأحداث دي هم دا لندهم مسؤولية كبيرة في القتل والموت البيقي يوم 20 أكتوبر 2022 هم دول جندوا واستعملوا جماعة إرهابيين شفية أسكرين قاموا بعمليات إلا أشان يقتلوا ويغتالوا الناس وقتلوا الناس فيما يخص وقت تما أنا قابل مسؤولينهم خمس مرات وثلاث منهم يشارقوا في الهوار الوطني لجنة التنظيم كودني قدمت لهم نسبة من أجل مشاركتهم في التنظيم وإن إخادة الهوار الوطني فيما لامماتنا دي أنا قول لهم واجب يوقف المزاهرات وقت الهوار قصدوا ولكن طلبوا مننا مساعدة في المقابل أنا رفضت المساومة الماتي شرف أبدا بلدنا أما في شان السوداني ترأس نايب رئيس مجلس السيادة لانتقال السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو ترأس بالخصر الجمهوري الاجتماع المشترك لوفد السودان وجمهورية جنوب السودان لمعالجة قضايا منطقة أبييي بمشاركة المستشار تود قلواك وعضو مجلس السيادة الأساس الطاهرة أبو بكر حجر ووقع الجانبان على محضر اجتماعات للجنة الإشراف السياسي لمنطقة أبييي حيث وقع الفريق أول محمد حمدان دقلو نايب رئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة عن الجانب السوداني والمستشار تود قلواك عن حكومة جمهورية جنوب السودان وأشهد الفريق أول دقلو بروح التفاهم والانسجام التي سادت اللقاء وحرص الجانبان التام على ضرورة توحيد الجهود والرؤى والعمل الجادل الوصول لرؤية موحدة لحل قضية أبييي مؤكدا أن السودان وجنوب السودان شعب واحد في بلدين تجمعهما عواصر المحبة والأخوة وأشهدد نايب رئيس مجلس السيادة على أهمية الحوار المجتمعي بين مكونات المنطقة وأوضح السفير دفع الله الحاج علي وكيل وزارة الخارجية في تصريه صحفي أن الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة وتطلع الشعبين ومن جانبه أوضح الدكتور لوكا بيونغ عضو وفد جمهورية جنوب السودان أن الطرفين اتفق على وضع قارطة طريق لإيجاد الحلول الناجعة للوضع في منطقة أبييي مشيرا إلى أن الاتفاقيات السابقة تمثل المرجعية لقضية أبيعي مشددا على ضرورة توفير الخدمات والأمن في المنطقة لتسهيل العودة الطوعية عقد اليوم اجتماع بالقصر الجمهوري بين وفدي جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان كان وفد جمهورية السودان برئاسة السيد النائب الفريغ أول محمد حمدان دقلو وكان رئيس وفد دولة جمهورية جنوب السودان المستشار توت قلواك بحث الاجتماع العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصلحة شعبية البلدين اتساغا مع الروابط التاريخية التي جمعت بين البلدين عبر واتفق الطرفان على أن شعب جمهورية جنوب السودان وشعب جمهورية السودان هما شعب واحد يعيش في بلدين بل تم التعبير أكثر من مرة بأنهما أسرة واحدة تعيش في منزلين تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك للدفع بالعلاقات الثنائية وأيضا بحث الوفدان سبل تعزيز التعاون بينهما للتوصل لحل بشأن الوضع النهايي لأبيا واتفقا على أن يتم تنشيط الآليات المشتركة لتعمل في هذا الصدد وتقديم الخدمات وخلق البيئة المناسبة لمساعدة المجتمعات في منطقة أبيا الطرفين أو الطرفان سيسعوا إلى تقديم الخدمات والوصول لجميع المجتمعات لمساعدتهم من ناحية إنسانية وأيضا تحقيق التنمية وتمت الدعوة أو الاتفاق على تشجيع الحوار المجتمعي والتواصل بين المجتمعات في أبيا لتحقيق مزيد من بناء الثقة دعا الطرفان المجتمع الإغليمي والدولي لمساندة الطرفين في جهودهما نحو التوصل إلى الأمن والاستقرار والتنمية والحل النهاي للتوافق عليه في أبيا باختصار هذه المخرجات وكان أهمها اتفاق الطرفان على أن يظل حل الوضع النهاي في أبيا بين قيادتي البلدين وعبر كل منهما على عزمه بأن يعمل بشكل حثيث للتوصل لهذا الحل واتفق أيضا على أن تكون هناك اجتماعات راتبة تنعقد كل ثلاثة أشهر أو متى ما دعا الحال لتقدم توصياتها لقيادة البلدين بما يعينهما للتوصل للحل النهاي فيما يتعلق بالوضع النهاي لمنطقة أبيا في البداية الشكر الجزيل لنائب رئيس المجلس السيارة الانتقالي والمسجار المسجرة للأمن لحكومة جنوب السودان أهم حاجة في ما اتفق عليه أنه اتفاق على خارط طريق لإيجاد الحل النهاي لمنطقة أبياية وده شيء تمليلا في الاجتماع من أهم حاجة أنه الاتفاق النهاي لمنطقة أبياية يعتمد لمرجعات والاتفاقات الصعبة ودمهم جدا حتى أنه نجد الحل النهاي لمنطقة أبياية في أن الطرفين في طريقهم لإيجاد الحل النهاي لا بد أن الناس يوفروا الخدمات والأمن للمنطقة أبياية وده من الحجارة الأساسية الطرفين اتفقوا على أساس أنه توفر الأمن للمنطقة وباللخص الخدمات والتنمين حتى أن الناس يرجع لمناطقهم في وقت أنهم ينتظروا الحل النهاي لقضية أبياية أهم هاجة أنه أبياية تكون مدخل أساسي لتعاون الوثيق بين الطرفين بين الدولتين لأنه لتقوية العلاقات بين الدولتين وبالخصة المجتمعات الموجودة في المنطقة حتى أن يكون في الصغر بين المجتمعات في جنوب السودان وفي السودان الشيء الأخير أنه أهم هاجة أنه الروح اللي سادت في الاجتماد دروح ربما يساعد الدولتين على أساس أنه يجدوا الحل النهاي للمنطقة الرسالة المهمة جدا من الطرفين لناس المنطقة في أبياية بل خلد الدين كانوا أن الدولتين اتفقوا على أساس أنه إيجاد الحل والتزامهم على تقديم الخدمات للمواطنين في المنطقة وإيجاد الأمن وإيجاد الأمن في المنطقة فكل الشكر لهم وإن شاء الله يكون الكلام يطبق فعديا في اللقاءة الجاية في المستقبل ربما يكون في جوبا أو في مناطق تلك والشكر جزيلا نبقى في القصر الرئاسي حيث وأكد نائب رئيس مجلس السيادة لانتقال السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو أكد دعم الحكومة الاتحادية لولاية شرق دارفور بما يمكنها من تحقيق الاستقرار والأمن وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها وإطلع سيادته خلال لقائه بمكتبه بالخصر الجمهوري والي شرق دارفور المكلف الأستاذ محمد آدم عبد الرحمن على مجمل الأوضاع بالولاية وجهود حكومته لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وأوضح الأستاذ محمد آدم عبد الرحمن في تصريه صحفي إنه قدم تقريرا لنائب رئيس مجلس السيادة حول سير تنفيذ مشروعات التنمية والخدمات بالولاية قابلنا الأخ نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان استعرضنا قدمنا له تقرير العام أنا الولاية تقرير الأمني والاقتصادي والخدم العام الصحة وتعليم والأحوال الاجتماعية كذلك استعراض الموسم الزرائي المبشرة الحمد لله في هذه السنة قدمنا له الدعوة لحضور احتفالات الولاية بعياد الحصاد يوم سبع حداشر بمشروع الجديدة الزراعي وعد خيرا إن تيسرت أموره سوف يصلنا بمشيئة رب العالمين وإن لم تيسر الأمر إن شاء الله رب العالمين فقال إن شاء الله يصل إن شاء الله من يمثلنا بأشيئة الله في هذا الاجتماع فنحن نشكر له ونقدر ظرفه المحيط به الآن هو محموم بكافة قضايا السودان كذلك أشياء تتعلق بالولاية مشاكل البترول وموضوع الطريق طريقة الفولة الضعين ثم طريقة النهود الضعين أحد الطريقين أيهما أسهل تمويلا لكن وضعنا لو بأننا إحنا الآن بمجهوداتنا بدأنا في شفحة قطاعات إن شاء الله بالتواصل مع إخوة في الطرق والجسور ووزارة المالية في أي حال من الأحوال أن تكون لكل الطريق بداية من الضعين لحد جاد السيد للرغب الردمية الترابية القائمة الآن وعد خيرا بأنه سوف يعمل على دعم الولاية وإن أتيح له فرصة كما ذكرت وإن شاء الله رب العالمين سوف يسألنا بالولاية كذلك ركز هو في مشروع المطار الضعين والذي إن شاء الله الآن وصل في مراحل متقدمة وهذا ما اتفاقنا مع الأخ الفريق تاج السير مدير شركة المطارات القابدة في خلال شهر نوفمبر المقبل إن شاء الله سوف ينتهي العمل من المرحلة الأولى من مطار الضعين هو أيضاً تلب مننا أن نعمل نضيف 500 كيلو إضافية للمطار وإن شاء الله رب العالمين لو يربنا يسر بجانب مشروعاتنا الأخرى وبالتنسيق من الأرخب في المطارات نعمل إن شاء الله لتوسعة المطار في خلال الأيام القادمة بشيئة رب العالمين عالمياً حثت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي على التبرع بمزيد من المال والعتاد لقطاع الطاقة الأوكراني وأوضحت المفوضية الأوروبية عن الصواريق الروسية والهجمات بالطائرات المسيرة تسببت في تدمير ما يزيد عن ثلس قطاع الطاقة في أوكرانيا وقالت مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادر سيميسون إن جوهر الأمر يتمثل الآلاف من الأسر والمستضعفين والأطفال وكبار السن قبل هذا الشتاء المقبل وأضافت بعد اجتماع الوزراء الطاقة في لوكسنبورغ أن المحولات وأنظمة فصل الدوائر الكهربائية وخطوط الكهرباء في أوكرانيا دمرت مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي مؤكدة أن الأمر عادل وقال الرئيس الأوكراني في مؤتمر حول إعادة إمار أوكرانيا إن دمرت أكثر من سلس قطاع الطاقة في أوكرانيا أعلن مسؤولون أمريكيون أن واشنطن دلقت إشعارا من موسكو بشأن بدء مناورات تتضمن إطلاق صواريق قادرة على حمل رؤوس نووية في وقت حذر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن موسكو من خطأ فادح إذا قررت استخدام سلاح نووي وكانت البلايات المتحدة الأمريكية وصفت في العام الماضي تلك التدريبات بأنها روتينية لكن تصعد الحديث عن احتمال لجوء روسيا إلى استخدام سلاح نووي في حرب أوكرانيا صعد المخاوف من اللجوء الفعلي لهذا السلاح وحسب مسؤول عسكري أمريكي فإن هذه التدريبات التي يطلق الروس عليها اسم الرعد النووي تتضمن الاستخدام على نطاق واسع القوى النووية الاستراتيجية بما فيها اطلاق صواريخ حية وبحسب وسائل أعلام أمريكية فإن واشنطن كانت تترقى بحدوث هذه التدريبات منذ عدة أسابع لكنها لم تتلقى الاشعار بذلك سوى قبل فترة وجيزة إلى هنا ساتتي تكاملت هذه النشرة أودو ذكركم بأبرز ما جاء فيها الرئيس الانتقالي رئيس الجمهوري الفريق أول محمد دريس دبيتنو يتوجه إلى كنشاس للمشاركة في عمال الدورة الثانية خير العادية للمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا نائب رئيس مجلس السيادة لانتقال السودان الفريق أول محمد حمدان داقلو يترأس الاتباع المشترك لوفد السودان وجمهورية جنوب السودان لقضايا أبيا الاتحاد الأوروبي يحث الطاقة الأقراني من قناة النصر 24 قدمت لحضراتكم من أشرة الأخبار تقبلوا تحايا والفريق العامل ندعوكم لمتابعة بقية برمجتنا لي هذا اليوم دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر